استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات من روسيا لصالح الفلسطينيين في قطاع غزة وصرح مصدر المسؤول بمطار العريش أن الطائرة تحمل علامتها 30 طن من المواد الغذائية وهي مقدمة من الحكومة الروسية لصالح قطاع غزة وفي سياق المتصل دخل عبر ميناء رفح البرية اليوم 35 مصابا و32 مرافقا فلسطينيا قادمين من قطاع غزة لتلقي العلاق في مستشفيات مصر وصرح مصدر المسؤول بميناء رفح البري أنه يوجد في منفذ رفح 375 من حملة الإقامات بالإضافة إلى 50 شخصا يحملون جوازات سفر مصرية